تجميع اللي هو فزعة الكويت اليوم كان طالع فيه خبر وهذا الخبر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتفاصيل موضوع فزعة الكويت حتى 30 مايو 2020 تقرير الأعمال الجمعيات والمبرات لتنفيذ فزعة الكويت 5 مليون و 230 ألف و 110 مساعدات مالية مساعدات مالية للأسر المتضررة إيجارات ودعم مالي وكابونات مشتريات للأسواق 331 ألف و 223 سنال غذائية تم توزيعها للأسر المتضررة والعمالة والمبانية الحجر من قبل الصحة 495 ألف وجبة و 123 وجبة غذائية للمؤسسات والمستشفيات والجهات الحكومية والمحاجر والعمالة والمتضررين من الأزمة 67 ألف و 700 مستفيد تجهيز مدارس ومستشفيات في 46 مدرسة ومستشفى ومحجر جهزت بالفرش وكامل التجهيزات دفاع المدني والصحة وكمحاجر مع تسير اليومي 790 ألف و 23 دينار تجهيزات للمؤسسات في مواقع مكافحة الفيروس في مستشفى ميداني وأماكن متحركة وكمبيوترات وأجهزة ومعدات وفرش مكتبي 405 682 عدد معاقمات يدوية وحقيبة وقائية تم توزيعها على أماكن مواجهة الفيروس كذلك الأسر المتضررة والكويتيين المغتربين والطلبة 10 310 متطوعين لسبب مكافحة الفيروس مع الجهات الرسمية والمساندة والمتضررين بدون مقابل إجمالي هذه المصاريف اللي هي 5 ملايين و 32 ألف و 331 سلة و 495 وجبة و 67 مستفيد و 790 ألف دينار و 405 معاقمات والمتطوعين إجمالي هذا كله 8 مليون و 713 ألف و 743 دينار إجمالي المصروفات من حملة فزعة الكويت هذا تقرير المالي اللي طلع من الجهة الرقابية على الأخوان في الجمعيات الخيرية من قبل وزارة الشؤون تقرير رسمي واضح تفصيلي حق الأخوان في وزارة الشؤون باتشر إذا الله أحياننا رح ناخذ الأستاذة هنا نتكلم على التفاصيل وعلى هذه الأمور بس إحنا حبينا نحط لكم الخبر عشان نعرف شنو التفاصيل اللي موجودة فيه ترجمة نانسي قنقر